أعلن شباب البرنامج الرئاسي توجيها عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية وفي ضوء إدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتلية والتي نتج عنها تدعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تمثل أعباء إضافية على كهل الدول والحكومات والمواطنين وإيمانا منهم بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية كون الشباب المصري أحد أهم أطراف التنمية فقد قررت إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكل السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ وسيتم توديه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التلموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية على أن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام دعوة لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سبل تحقيقها وقد أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن حزم البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها تشمل أولا إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثانية إطلاق مبادرات التعلم للكذب والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكنهم للحصول على الوظائف اللائقة ويشمل المنتدى تنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائية من خلال تقديم برامد دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا يشارك في تنفيذ هذا البرنامج مبادرة إبدأ والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة ومنظمة الأغذية والزراعة التباعة للأمم المتحدة تما يشمل أيضا إطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية والذي يستهدف تقديم الدعم النفسي وبالأخص لللاديئين والمهاجرين والوافدين من مناطق صراع وحروب ونزاعات وتقديم أوجه الرعاية الصحية والنفسية والمجتمعية لهم ولأسرهم بالتعاون من مؤسسة فاهم ومنظمة الصحة العالمية خمسا يشمل المنتدى ويشهد كذلك إطلاق مبادرة دولية لدعم وتبكين اللاجئين والمهاجرين وتعزيز أوجه دمجهم في الأنظمة التعليمية وسهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية سادسا إطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين وستكون المنصة بمثابة نقطة إطلاق للمتطوعين بهدف نشر ثقافة التطوع ودعم وتأهيل المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية